المخابرات الإسرائيلية الشباك الإسرائيلي أحد أهم الأذرع الأمنية في إسرائيل المئات من المتقاعدين من هذا الجهاز كتبوا رسالة شديدة اللهجة وجهت إلى رئيس الحكومة وأيضاً لوزير الجيش قالوا فيها بأنه إذا ما استمرت هذه التعديلات القضائية فإن ذلك سوف يؤدي إلى إضعاف الأمن الإسرائيلي لأن العالم يعترف بأن المحكمة العليا في إسرائيل هي محكمة مستقلة وبالتالي عندما يكون هناك تجاوزات قمعية من قبل الأمن الإسرائيلي المخابرات أو الجيش أو غيرها فإنه يتم هناك تحقيق ويتم هناك قضاء إسرائيلي طبعاً هو منحاز ولكن المخابرات الإسرائيلية تقول أو لك المتقاعدين قالوا بأن هذا الجهاز القضائي هو الذي يحمي عورة إسرائيل حول العالم لأنه مستقل إذا تمت التعديلات فإن هذا الاعتراف سوف يسلب وبالتالي سوف يكون أعضاء من المخابرات الإسرائيلية من الجيش الإسرائيلي معرضين للذهب إلى محاكم دولية أكثر من الآن لأن الحجة الإسرائيلية بالنظام السياسي الإسرائيلي هو أن القضاء مستقل الحكومة الحالية تريد أن تشرعن قوانين عملياً تسحب هذه الاستقلالية من القضاء الإسرائيلي الرئيس هرتسوغ أحمد في الولايات المتحدة لماذا ليس نتنياهو؟ نتنياهو يعلم تماماً بأن الرئيس بايدن من فترة طويلة ليس على ود عال مع نتنياهو في السابق كانت المشاكل في موضوع الملف الفلسطيني وبعد المشاكل في علاقة نتنياهو مع ترامب الآن هناك مشكلة جديدة ولكنه بحجة قوية هناك مشاكل داخل إسرائيل الرئيس بايدن خلال مقابلة مع سينين قبل أسبوعين كان واضحاً عندما قال بأن على بن يمين نتنياهو أن يحل مشاكله الداخلية في الولايات المتحدة هناك اللوبي يهودي إسرائيلي قوي ولكن هذا اللوبي عموماً هو منقسم بين الجزء الذي يؤيد التعديلات القضائية وبالتالي هو إلى صف بن يمين نتنياهو وهناك صف آخر وعموماً هم أيضاً في الحزب الديمقراطي الذين يرون بأن بن يمين نتنياهو يريد أن يدمر إسرائيل على المستوى الديمقراطي وتحويلها إلى دولة ديكتاتورية الأنسب بالنسبة للإدارة بايدن هو لا قطيعة مع إسرائيل ولا لقاء مع بن يمين نتنياهو إذن نلتقي مع الرئيس هيرتسونغ وهو رئيس الدولة لا يحمل أي من الصلاحيات لا وزن له على مستوى الاتخاف القرارات ولكن هذا في نهاية المطف هو أحد الحلول التي يمكن أن ترضي الجانب الإسرائيلي تحديداً أن العلاقات العسكرية لم تتوقف يعني الاجتماعات والاتصالات بين البنتاجون ووزارة الجيش الإسرائيلي لم تتوقف ولم تتخلخل عموماً ولكن العلاقات الدبلوماسية لحد ما اتوترت الآن حدث هناك اتصال هاتفي بين بايدن وبين بن يمين نتنياهو لأن بن يمين نتنياهو لدي العديد من أولئك الذين يمكن أن يعملوا ضجيش في داخل واشنغتن للمطالبة بهذا الاجتماع تحدث بايدن مع بن يمين نتنياهو ونصحه عموماً بأنه يجب أن يكون هناك حل لكل موضوع التعديلات القضائية ويبدو بأن هناك ترتيب الاجتماع ولكن الاجتماع لن يكون في البيت الأبيض الاجتماع قد يكون في الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية في سبتمبر وهذا غير مرضي أيضاً لبين يمين نتنياهو بن يمين نتنياهو يريد أن يستقبل في داخل البيت الأبيض تماماً كما كان في أوقات بيل كلينتن في أوقات كان هناك أوباما وترامب وحتى في بداية بايدن هذا الذي يريده من يمين نتنياهو ولكن بايدن يعلم تماماً بأن نتنياهو يريد دعاية انتخابية تطمينات بأنه ما زال على المستوى الدولي قادر على إنجاز استحقاقات داخل المستوى الأمريكي وأيضاً الاستقلالها داخلياً للقول للمجتمع الإسرائيلي إذا أنا تنحيت أو جاءت حكومة أخرى فإن العلاقة مع الولايات المتحدة سوف تتضادع أنا الشخص الوحيد الذي أستطيع أن أحدث مع الولايات المتحدة مراسل الغدن القدس المحتلة أحمد البديري شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك